هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجموعة دوسات نقطة التحول إلى نمط الحياة الصحي سارعوا بالانضمام نابلس شارع رفيديا عمارة مستر بيكر خلف مطعم توستي طول كرم عمارة مجمع الأشقر الطابق الثالث مجموعة دوسات حميتك من أكل بيتك مرحبا لما تشتري اللحم من عند اللحام في الأيام العادية ولا في أيام الصيام اسأل عن نسبة الدهن ونوع اللحم وتأكد من هذا الكلام حاول تستهلك اللحم قليل الدهن حتى تعيش بصحة وسلام وأحسن أنواع اللحم السمك والجاج ولحم الحبش والحمام تعالوا معنا اليوم مع مطبخ ماس بالدوسات نتعرف على لحم الحبش فوائد وموائد قليلة الدوسات وبألذ النكات ترجمة نانسي قنقر أعزائي اللحوم تحتوي على بروتين كامل بمعنى أحماض أمينية بحتاجها الجسم ومهمة جداً لبناءه وتحتوي اللحوم الحمرة على دهون مشبعة واللي بتعتبر مضيرة للجسم وطبعاً هذا النوع من الدهن بسبب ارتفاع الكوليسترول ولتقريب الفرق بين اللحوم بدهن وبدون دهن والسعرات الحرارية خليني أعطيكم هالمثال بكل 100 جرام لحمة إذا كان 70% منها لحم و30% منها دهن رح توصل نسبة السعرات الحرارية ل350 سعر حراري يعني تقريباً 8 دوسات بس لو كانت نسبة اللحم الحمرة هي في 100 جرام هي 90% لحم وبس 10% دهن رح تكون السعرات الحرارية 150 سعر حراري يعني 5.5 دوسات فقط وهذا الإشي بيدل على أهمية إزالة الدهون من اللحمة يعني أطلب من اللحم تنظيف قطعة اللحم منيح من الدهون لتقليل السعرات وبعدين لتقليل الدهون المشبعة وأكيد تقليل الدوسات لأنه صحتكم مهمة طبعاً تعتبر لحم الدواجن أقل دهن مقارنة باللحم الثاني ولحم الحبش مفيد جداً لأنه أقل أنواع اللحم دهن بحتوي الحبش على نسبة مرتفعة من المغذيات منها البروتينات السيلينيوم عيلة فيتامين بي الأحماض الأمينية وأكيد الزنك بحتوي الحبش على نسبة عالية من البروتين مقابل كمية من خفضة جداً من الدهون وخاصة المشبعة وخاصة كمان الكولسترول وبالذات لما نتناوله بدون جلد يعتبر غني بالحمض الأميني التريبتوفام وهو مهم جداً لجهاز المناعة في جسم الإنسان ومهم كثير لتهدئة الإنسان ومقدرته على النوم بهدوء وخاصة بهذه الحياة في طبق اليوم من مطبخ ماس بالدوسات قدمنا موزات الحبش المحشية بالخضروات وقليل من زيت الزتون هذا الطبق مغذي قليل الدهون ممكن تحضيره للضيوف برمضان وتقديمه بثقة لأنه طبق صحي بامتياز ما بسبب التخمة ما بسبب ارتفاع الكولسترول لذيذ الطعم وقليل الدوسات كثير من الأبحاث الجديدة أثبتت أن الدهون مرتبطة باللحوم الحمرة وإلها علاقة بأمراض القلب وتسلب الشريين البروتين الحيواني بيحتوي على دهون مشبعة بتسبب الدرر في الجسم وقائياً يفضل تقليل استهلاك اللحوم الحمرة وبنفضل تنويع مصادر البروتيني من اللحم الحمرة والبيضة وبريتينات النباتات أعزائي أفضل طريقة لطبخ اللحوم هي الشوي بالفرن والطريقة الشائعة في المطاعم بتقديم اللحوم غير مطبوخة بشكل منيح هذا لا يعتبر صحي وبسبب في نقل الأمراض ومشاكل في عملية الهدم وما في حاجة نشوي على الفحم إلا بالمناسبات البعيدة عشان نكيف ونبسط بس عشان العادات بس الفحم إلو كثير أضرار وممكن يسبب لسرطانات ولهذا السبب خلينا نشوي بالفرن أضمن بكثير وهيك بندير بالنا على الفيتامينات كمان كنت معكم أنا مزوتة بس من مطبخ ناس بالدوسات بنشوفكم إن شاء الله بصحة وعافية هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجموعة دوسات نقطة التحول إلى نمط الحياة الصحي سارعوا بالإندمام نابلس شارع رفيديا عمارة مستر بيكر خلف مطعم توستي طول كرم عمارة مجمع الأشقر الطابق الثالث مجموعة دوسات حميتك من أكل بيتك